موسيقى الخارجية تؤكد مقتل نمساوي إسرائيلي اختطفته حماسة فشل إنقاذ نمساويين من إسرائيل بسبب حريق في طائرة الإنقاذ المستشار النمساوي في الزيارة الأولى لتركيا منذ 12 عاما النمسا تشيد بمشاورات مسقط حول تهديئة الوضع في الشرقي الأوسط اعتقال هولنديان وبلغاري تسببوا بعدة عمليات تفجير وصطو مسلح ونمساوي يقتل والده بسبب خلاف بينهم ثم ينتحر مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أفادت وزارة الخارجية بالعثور على أحد الرعاية النمساويين المزدوجي الجنسية الإسرائيلية الذين كانوا مفقودين متوفيا بعدا اختطفته حركة حماسة وأشار البيان إلى أن الشخص كان أحد الثلاثة أشخاص المفقودين نتيجة هجوم حماس على إسرائيل وأوضح البيان أن عائلة الرجل المتوفى تواصلت مع الوزارة معبرة عن استنكارها الشديد للعمل الوحشي الذي نفذته حماس وقد عبرت الخارجية عن تعازيها لعائلة الرجل المتوفى فيما لم تقدم معلومات عن هوية الشخص فشلت عملية إنقاذ النمساويين في إسرائيل بسبب خلل في طائرة هيركلوس 130 بسبب عطل فني تبين بعد إقلاعها بما اضطرها للعودة ثانية وحسب بيان لوزارة الدفاع لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد استعداد الطائرة للإقلاع حيث تم رز دخان داخل قمرة القيادة ولذلك تم نشر فرق الإنقاذ والإطفاء على المدرج وفي هذا الشأن شددت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا على ضرورة تجديد معدات الجيش النمساوي مؤكدة بأنه جاري العمل على دراسة البدائل المحتملة للإنقاذ في أول زيارة لرئيس حكومي نمساوي إلى تركيا منذ عام 2011 فحثا قرنها مع رئيس التركي أردوغان الأوضاع في الشرق الأوسط بعد هجمات حماس على إسرائيل إضافة للملف الاقتصادي والهجرة واستقبلت تركيا الوفدة الدبلوماسية بحفاوة ورغم أن هدف الزيارة الرئيسية كانت قضايا الهجرة والاقتصاد لأن الأحداث الأخيرة غيرت الأجندة للبحث عن حل لأزمة الرهائن حيث أن تركيا تحمل وزنا سياسيا وعسكريا كبيرا في المنطقة وأكد نيهامار على ملف حقوق الإنسان والهجمات التركية على المناطق الكردية ورفض نيهامار فكرة إتاحة تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرة دخول للأطراق أعلن وزير الخارجية النمساوية أليكساندر شالنبرغ أن مشاورات وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخالجية حول الوضع في إسرائيل كانت إيجابية وفي اجتماع جرى أمس في مصقط تمت مناقشة سبل تهديئة الوضع وفرص التعاون الاقتصادي وأمن الطاقة ودع شالنبرغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع شركائهم في المنطقة باحتواء التوتر ومنع تصاعد الصراع في منطقة الخليج مشددا على أهمية استقرار وأمن المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والنمسا نجحت قوات الأمن في ولاية النمسا السفلة باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تنفيذ سلسلة جرائم تشمل تفجير أجهزة صراف آلي وسرقة محلات مجوهرات ومراكزي تسوق وأقامت العصابة بسرقة مجوهرات بقيمة ملايين اليوروهات منذ بداية العام باستخدام سيارات مصروقة من نوع BMW بأسلوب اقتحام المتجر ثم إحراق كافة الأدلة حتى تقدر الأضرار بنحو 650 ألف يورو بينما بلغت الأموال المصروقة حوالي 440 ألف يورو والمتهمان شخصان من هولندا وبولغاري وتم العثور على الدلائل تشير إلى تورطهم مثل مبالغ نقدية وأدوات سرقة وسيارات أقبل رجل من مدينة فاغنا في مقاطعة شتاير مارك على قتل والده المسن طعنا بسكين مطبخ ثم قام بالانتحار بإطلاق النار على نفسه وقام الجاني بالاتصال بالشرطة بنفسه بعد قتل والده وأخبرهم بأنه قام بطعنه ثم أغلق الهاتف وعند وصول قوات الشرطة وتدخل السريع وجدوا الإبن ميتا في الحديقة حيث تم اكتشاف جثة الوالد داخل المنزل وحسب المعلومات الأولية يقال بأن الإبن كان في حالة صراع مع والده الصعب التفاهم وقد ترك الإبن منشورا على فيسبوك توضح أسباب فعلته كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر